بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم السبت ده مليانين بالاشراق ومليانين بالسعادة والسرور لان احنا نتكلم عن اصحاب السعادة خلاص بقينا نتكلم عن اصحاب السعادة ومركزين عشان نجدد الحياة الزوجية مش بس نجدد الحياة الزوجية وكمان نفتح ابواب الخير والتفاؤل والتوافق على كل حد مقبل على الزواج ولذلك يوم السبت ده بنتكلم عن معاني هي معاني تأسس لمعنى السعادة الزوجية وعشان كده تعالوا نتكلم النهاردة عن معنى مهمة قوي مهم ان يتدرب عليه ويتأهل المقبلين على الزواج على ان هم يعيشوه وكمان احنا محتاجين بشكل واضح ان احنا وان كنا متجاوزين محتاجين نجدده شكل من اشكال كده تجديد العبادة وتجديد الصلة بالله وتجديد وجود نور ومدد ربنا في بيوتنا وخاصة اللي هنتكلم عنه حاجة كده ليها علاقة بالصلة احنا عايزين نتكلم عن ايه النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة بوابة من ابواب السعادة وعمود من اعمدة الحياة الزوجية اللي هو ايه بقى التواصل الزواجي التواصل الزواجي انت ليه بتقول التواصل الزواجي ما تقول التواصل ما تقول الكميونيكيشن سكيلز تقول مهارات التواصل ليه بتقول ان التواصل الزواجي لان التواصل الزواجي يختلف عن اي تواصل اخر ولذلك احنا بنسمي التواصل الزواجي بالتواصل الرحيم الودود ليه بنسميه التواصل الرحيم الودود لانه التواصل محتاج من ان احنا نتدرب عليه حتى ممكن نبتدي من تطريب اولادنا عليه فيبقى عندنا شيء من التواصل الخاص بمسألة الجواز فما يبقاش عندنا كل هذا الكم من المشاكل اللي بتحصل لنا اثناء الجواز اللي هي سبابها يجي ازواجه يقولوا احنا مش عارفين هو اين اللي حاصل ليه نكد والعن دي دوت موجود في البيت موجود في البيت عشان احنا كنا لازم نبتدي بحاجة اسمها التواصل الرحيم الودود على فكرة التواصل الرحيم الودود دوت مش اتكيت يعني مش شيء بيخلي حياتنا احسن لا ده جزء من الحياة الزوجية يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يما يقول واللقمة ترفعها الى في زوجتك صدقة دوت جزء من التواصل الزواجي ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة يبقى عندنا حاجتين يبقى عندنا الفعل التواصل والكلام كمان تواصل وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايزة نستخدم الكلمة والفعل كأحد أدوات التواصل الرحيم الودود التواصل الزواجي يا سادة حالة مستمرة يعني حياة والتواصل الرحيم الودود أمر لابد أن يتعلمه الناس قبل الجواز ويسري في حياتنا الزوجية سريان الماء في الورد يعني أنت مش هتمسكه لكن هو موجود في حياتنا الزوجية لو حبينا نعرف إيه هو التواصل الودود الرحيم هنقول هو التواصل اللي بيخلينا عندنا فهم وتفهم وتفاهم من كلا الطرفين من الزوجين بيجعلهم بيجعل كل واحد منهم يشعر لما يحصل هذا التواصل يشعر بالأمان والاهتمام والاحترام والتأدير وعشان كده احنا مش محتاجين مهارات تواصل بس لا احنا محتاجين جملة من الأشياء لازم تكون معانا وعشان كده لو رحنا بقى ليه الكلام عن التواصل الزواجي الرحيم التواصل الرحيم الودود لما نيجي نشوفه هيوصلنا لإيه ويخلينا إيه المحاسن اللي أهلنا التواصل الرحيم الودود هنشوف حالات غريبة قوي هنعرف إن التواصل الرحيم الودود ده لما نروح نبص له بعمق وإحنا بنبص على فوائده هنلاقي حاجة مهمة قوي إن التواصل الرحيم الودود ده بيخلي الناس أكتر قرما مع بعض ويبقى التواصل ده بيحسسك إن الجواز أو التواصل ده مش هو الزوج ولا هو الزوجة لا ده حاجة مولود جديد بيتعاملوا مع الزواج على إنه مولود جديد فعشان كده ما بيبقاش التواصل هو إن الواحد فيهم يبقى هو معبر عن نفسه لا ده كمان بيعمل إيه بيعبروا هما الاتنين بشكل مختلف عن حياتهم الزوجية وعشان كده لما نروح لده ونفهم إن التواصل الزواجي شيء مختلف هنفهم إن فيه أركان للتواصل الزواجي يبقى إحنا على طول لازم نفهم إن التواصل الزواجي ده نعمة من نعم ربنا لما نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وآله 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 وآ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان لما كانت السيدة عائشة تشرب من شيء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من نفس المكان اللي هي بتشرب منه طب ليه؟ لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصلها رسالة رسالة ايه؟ أني أنا وانت حاجة واحدة اللي يملى قلبك سعادة بيملى قلبي سعادة وأن أنت كمان هتظلي على حالك المقدمة المحببة القريبة إلى قلبي ويشوف حضرة النبي وبيعلن وسط الصحابة كلهم وإزاي بيرفع السيدة عائشة في مكانة عالية وإزاي بيحترمها في وسط الناس فيقول يسألوا من أحب الناس إليك يقول عائشة يقولوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله ولكن نسألك عن الرجال قال أبوها فنسب سيدنا أبوكر للسيدة عائشة العشد من ذلك أن السيدة عائشة حضرة النبي وصلى الله أنه بيعرف هي إمتى بتبقى مبسوطة وإمتى مبقاش مبسوطة عشان بقت فيه لغة مشتركة بينها وعشان كده التواصل الرحيم الودود بعد معلمهن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول أنه بيتكون من ثلاث أركان الركن الأولاني هو الفهم يعني إيه؟ يعني الركن الأولاني من التواصل الرحيم الودود هو الفهم لما نروح كده ونفهم التواصل الرحيم الودود بفهم أعمق على إيه بيعمل إيه؟ بيقول لنا ثلاث مراحل أو ثلاث أركان الركن الأولاني هو الفهم يعني إيه الفهم؟ أن أنت تفهم شريك حياتك زي ما هو بيتكلم من زي ما أنت بتتكلم يعني إيه زي ما هو بيتكلم من زي ما أنت بتتكلم يعني ما ينفعش أنه قاصد يوصل لك أنه هو محتاجك فتفهم أنه هو بيلومك يعني زي ما الزوجة بتيجي تقول للزوج أنا محتاجك أن أنت تكون جنبي فيه هو أنت لازم تفهم يا أصدها إيه؟ هي أصدها أن أنت تبقى قريب منها لكن أنت لو فهمت أن هي بتلومك أن أنت مش موجود في البيت عا تبتدي تنفعل وده أنت مش تواصل رحيم فأنت لازم عشان تتواصل تواصل رحيم ودود لازم تفهم شريك الحياة وهو بيتكلم زي ما هو عايزك تفهمه من زي ما أنت عايز تفهمه الأمر اللي بعد كده كمان لازم كمان وإحنا بنفهم شريك حياتنا بنبقى عندنا حاجة مهمة قوي بما أن إحنا بنفهمه زي ما هو عايز ما فيش حاجة أسمعه أن أنا فهمة كتر منك ده كلام صحيح هو إذا أراد أن يعبر ففهمه اللي هو عايز يعبره وياريت أنت وبتفهمه بعد ما تفهم الحاجة تعرضه عليه يعني أنت دلوقتي زوجك قالك أنا عايزك تهتمي شويتين ثلاثة بالأولاد فتعملي إيه؟ لو أنك أنت هتفهميه زي ما أنت عايزة وده بيحصل كتير مع الستات هتفهم أنه هو بيعمل إيه؟ بيقولك أن أنت بقى الصارة في البيت وبيقولك أن أنت كده احتمال كبير جدا جدا أنه ما يكونش عنده رضا زواجي وممكن يكون قصده أنه يسمع فكرة وعايز يفتح معاكي كلام فبعدل ما تقوله له كده تقوله له آه يعني إيه أهتم زيادة بالأولاد لأن أنا ممكن أكون مش واخدة بالي من ده فيبتدي هو يشرح اللي بيقوله يبقى الأشياء لما تكون غامضة نستفسر ليه؟ لأنه ده تواصل رحيم أنا مفترض أن شريك حياتي لما بيكلمني هو حبيبي مش عدوي لكن أنه إحنا نتواصل مع بعض وافترض أنه هو عدوي ده مش تواصل رحيم يبقى إذن أول حاجة لازم الفهم وعلى أنه إحنا بنزود مع كل مع كل عملية جديدة بنزود حرف يبقى الفهم يبقى الفهم شريك حياتي زي ما هو بيتكلم مزي ما أنا عايزه يتكلم لأنها وقت كتيرة إحنا عايزين ساعات الزوجة بتبقى هي عايزة تعرف وزوجها بيفكر فيها إزاي فتحط الصورة للكلام فلما يتكلم تروح مركبة الصورة على الكلام هي خايفة أن هي لأن هي لسه بتتعلم بعض الحاجات في البيت وهي ما كانتش في بيت بيت والدتها وبيت أسلتها ما كانتش عارفة تعمل الحياة دي مش عارفة تطبخ مش عارفة ترتب البيت مش عارفة تدير ميزانية البيت فهي منتظرة أن زوجها هيلومها على ده فهو بيسأله إيه أخبارك بتعملي إيه في حاجة وقفة صادق أنا حاسس أن في حاجة صعبة عليك في البيت فهي على طول تروح فهمها هو ما قالش كده ما قالش إيه ما قالش أن أنت ضعيفة ما قالش أنت مش قادرة تدير البيت فهي تقول له لا ما فيش حاجة صعبة عليها وهي كنت محتاجة أن هي تشاوره في إيه نجيب الحاجة بالأسبوع ولا نجيب الحاجة بالشهر كانت محتاجة أن هي تشاوره تقول له إيه أنا في حاجات والله مش فهمها إزاي أشتريها منين ولا فين ولا إزاي أروح أسأل مين اللي يعمل سيامة البيت فهي تقول له لا كل حاجة تمام فيئل اللي حاصل فتبتدي الفجوة تتسع بينهم ليه لأنه ما فيمتش أنه عايز يساعدها فأدى ذلك بسبب الحساسية ما فيمتش هو بيقول إيه الحاجة التانية المهمة طيب وحضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه كان دايما الشخص اللي مش قادر يفهمك زي ما أنت عايز أول ما تلاقي أنت بتتكلم على فكرة ده عشان كده يسموه تواصل فيه واجب على الطرفين لما تلاقي شريك حياتك لما تلاقي زوجتك فيمتك غلط ما تعدهاش وتقول له هي المسؤولة بقى وربنا يسامحها وربنا يحاسبها لا 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 لما تلاقي وشها تغير لما تلاقيها بعد كده بعد ما كانت بتتكلم سكتيت لما تلاقيها بعد ما كانت عايزين تعملوا حاجة راح تتوقفت روح قول له أنا أرجو بس أن يكون كلامي ما يكونش تفهم غلط أنا كنت قصد كذا 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 هتقول لك يا سلام طب وإنت قلت كده ليه قول له والله ما كانش قصدي وإذا كان ده كده اسمحيلي أن أنا أعيد التعبير تادي تاني أنا مستعد أن أساعدك في أي حاجة صعبة عليك لأن أنا عندي ساعة فضية إيه ده إذن لو سمحتهم لما يحصل الكلاش ده ما تسيبوش المسألة وتمشو لازم تعمل إيه تصر على أن كلامك يوصل بطريقة صحية مش تصر على أنك أنت فلان ده أخطأ لك عيد الكلام بطريقة تانية وبتعبير تاني وعشان كده في الفهم لازم يكون كل واحد فينا عارف مفاتيح إفهام الآخر عشان يقدر يوصل له بالكلام الحاجة التانية هي مسألة التفهم يعني إيه التفهم؟ أن الواحد يكون عارف مفاتيح شريك حياته فلما يفهم مفاتيح شريك حياته يقدر يفهم ويتفهم هو إيه المخاوف اللي عنده وإيه التعبيرات اللي دفعته تقول كده يعني مثلا كثير من الأحيين الزوج ما بيبقاش عارف ده وافع زوجته وهي بتتكلم وبتقول له على فكرة أنا تعبت أول نهاردة وكنت محتاجك ومحتاجك جنبي فميفهمش دفعها أن هي بتقول الكلام ده هي دفعها أن هي بتقول الكلام ده وات مش عشان تقوله أنت مش مالي عيني أو أنك أنت سيبني الوحدي لكن كان دفعها أن هي محتاجة شيء من التأدير شيء من الامتنان فهو لو قال لها والله أنت مالي حياتي أنت نعمة من نعم ربنا وأنا في الحقيقة أنا مستعد أن أنا أساعدك في أي حاجة أنت عايزها لكن الحقيقة يعني أنا ما تصورتش أن حياتي هتكون أسهل وأيصر كده بوجودك معايا هي هتقوله ربنا يبارك فيك وربنا أعزك أن أنت شايف أن الكلام ده حقيقي هو ده اللي بيحصل ونزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف التفاهم لما يجوم يتكلموا على السيدة عائشة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما حدش كلم على السيدة عائشة ليه؟ فإنه لا يأتيني الوحوي إلا وأنا في حجرها يا سلام تخيل الناس كلها لما تعرف أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه المباركة في حجر السيدة عائشة يا الله حاجة مهمة جدا جدا فلذلك إحنا لازم نفهم الدوافع بتاعها زي ما حدت النبي كان واضح أول في فهمه لدوافع السيدة عائشة لما مسكت صفحة السيدة حفصة ورح تكسراها فحدت النبي صلى الله عليه وسلم رح قال إيه؟ على طول رح قال غارة أمكم أنا بسألكم لما حدت النبي صلى الله عليه وسلم عبر على أن ده من غيرة هل السيدة عائشة كررت ده؟ ما كررتوش تاني ليه؟ لأن عرفت أن الرسول الله فهم دوافع فعرف أن هي كان بتعبر ده بتعبر وكأنها بتسرخ عشان يحس أو يصل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هي بتغير أما وإنك يا رسول الله فعمت أنا مش أعمل الخطأ تده ثاني يبقى لازم يبقى فيه تفهم التفهم هو أن أنت تعرف الدوافع لكن بشكل راقي مش الدوافع بشكل عدائي هي بتعمل كده عشان تهزقني في وسط الناس أعوذ بالله ده ممكن عدوك اللي يعمل كده هو بيعمل كده عشان يكسرني آه لا ده عدوك اللي يعمل كده هو بيعمل كده عشان هو عنده فهم مغلوط أنه هو قادر أنه هو يعمل إيه؟ يربيكي يربيكي يعني إيه؟ يخليكي أحسن اللي أنت ما تعلمته وش يساعدك اللي أنت تعلميه فهو ده هو ده فلما أتفهم اللي هو عنده ده أقول له تعالى نوصل لبعض شوفوا التعبير اللي أنا أقوله بدل ما أقوله لو سمحت ما تحاولش تربيني وأنا مش صغيرة وأنا نقوله حاجة تاني حبيبي الندوك ده حاجة مهمة جدا جدا والندوك ده أمر مشترك بيننا أي حاجة ممكن تعكر حياتنا تعالى مع بعض نتكلم فيها عشان ننضج مع بعض خلصت ليه؟ خلصت المسألة يبقى الندوك ده تعني صناعه مع بعض الحاجة التالتة يبقى عندنا فهم بفهم شرك حياتي إزاي ما هو بيتكلم إزاي ما أنا عايزه يتكلم تاني حاجة بتفهم ده وفعه وده وفعه دي كتير في كتير من الأحيان بتبقى ده وفع صحيحة بس هو بيطبق بطريقة خطأ فأنا لما أفهمه إن أنا فهم ده وفعه ممكن نغير الصيغة عشان تعبر عن الدافع بشكل صحيح حاجة التالتة التفاهم افرد وصلنا إلى منطقة فيها عدم اتفاق يحصل بقى تفاهم تفاهم يعني إيه؟ يعني نوصل ما ينفعش يبقى فيه حوار بيننا وما نوصلش إلى قادر مشترك حتى لو إن إحنا اتفاقنا على إن إحنا مش قادرين نحل نجيب حد يوصلنا خبير أو حكيم يوصلنا إلى الحال زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إن سيدنا أوباك يكون حكم بين بين وبين السيدة عائشة عشان نوصل لقادر مشترك يبقى إحنا ما ينفعش في أي حوار أي تواصل إلا ونوصل لقادر مشترك تعالوا نقول شوية إجراءات عشان نقدر نوصل لهذا التواصل الرحيم الودود أول حاجة لازم نفهم إن التواصل ده غزل يعني رايح جاي خط مني وخط منها ما ينفعش إن إحنا نسميه تنازل ولكن اسمه تواصل يعني إيه؟ يعني إحنا الاثنين مسؤولين عن هذا التواصل يعني كل واحد فينا عنده مسؤولية في هذا التواصل ما ينفعش إنه يتنازل عنه ويبتعد عنه دي أول حاجة ده أول قاعدة أول قاعدة القاعدة التانية إنه لازم يكون فيه إنصات أنا بقول إن الأوقات اللي الإنسان بيتكلم فيها عن نفسه دي أوقات مقدسة يعني إيه؟ يعني إحنا ببساطة خالص لازم كل واحد فينا عندما يتحدث الإنسان عن نفسه لابد أن أتركه يتكلم إلى نهاية الكلام يبقى ما فيش مقطعة في الكلام لازم يتكلم لأن كلامه هو فاتح قلبه دي عملية قلب مفتوح كل واحد فينا بيتكلم عارفين القلوب بتغلق ليه وعارفين بيبقى الكلام ما بيوصلش للقلب ليه لأن واحد أول ما فاتح قلبه بجي يتكلم بقلبه راح واحد ما أطعه فأحس أني لا كرمته ولا مشاعره ولا حسيسه ليها مكانه الراجل اللي بيقول أنا أفضل أسمعها بتقعد تتكلم ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات ونص لأنك أنت بتقطعها أنا بتحداك أن أي امرأة أنت تسيبها تتكلمها تتكلم خمس دقيقة وليز ما توقف لأن هي بتبقى عايزة تعرف رد فعلك إيه فلذلك ما تقولش أن هي هتفضل ترغي وترغي لا 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 سيبها تتكلم كلام متواصل تعبر عن مشاعرها بس أنت بتخاف كل ما تيجي تتكلم تتوجع فقطعها عشان إيه تتكلم صح وما تقولش حاجة يوجعني فتبقى أنت بتدافع فهي بتلاحظ أنت بتدافع فينتقل لها شعور أن أنت بتبص لها كأنها عدوتك لا سيبها تتكلم لأن هي لو ما تكلمتش هتتكلم في ذاتها لو ما تكلمت في ذاتها إيه لا هيحصل هتكون أفكار كلها مع النفس الأمارة بالسوق وممكن تخرج أنت بعد كده أن أنت الوحش يبقى أول حاجة ببساطة الحوار غزلي بيننا الأمر الثاني اللي بنتكلم يسيبه حتى ينتهي من كلامه القاعدة اللي بعد كده والمهمة في الحوار الزواجي ما حدش يتكلم مع شريك حياته وهو بعيد عنه لازم تكونوا ملتصقين مع بعض قريبين من بعض لأن دايما نعلمونا أن الأرب الجسدي بيخلي فيه أرب في الوجدان ولذلك لازم أنت وبتتكلمه تكونوا جنب بعض شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عايشة تقول ما انتقر رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري لازم الحاجات دي وعلى فكرة أحد التعبيرات التلامس التلامس اللي ممكن يخلي مشاكل كبيرة جدا 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 تخلص بالإيه؟ تخلص بحضن مثلا باحتضان مثلا فينتهي الحوار كله وساعات ما بيبقاش محتاجين إلا الفعل ده الحاجة التالتة والمهمة اللي احنا لازم نعملها عشان يبقى التواصل عندنا تواصل رحيم ودود لازم واحنا بنتكلم نبص في عينين بعض لازم نكلم بعض بعينينا في ناس كتيرة بقالها زمان مش فاكرة عين زوجته ولا هي فاكرة عيني لازم نكلم بعض ونكلم بعض بوجهنا كاملة ليه طيب؟ لأن العين مغرفة القلب هتقول كلام كتير جدا 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 ولما نتعود ان احنا نبص البعض هيبقى دوة نوع من أنواع الرحمة في ناس كتيرة محتاجة ان هي تشوف عينين بعض عشان تحس بالأمان فلذلك لازم نتواصل كمان بتواصل بالعنون الحاجة الرابعة ودي مهمة جدا 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 ان التواصل اللي بيننا لازم يبقى فيه كل واحد فينا عارف التعبير الأثير التعبير اللي يخليه تقلق ويحس بحبه واحد بيحب التعبير بالكلام الحلو فانت لازم عشان كده قلنا لازم نعرف مفاتيح شريك الحياة واحدة هي عايزة تحس ان هي أميرة عايزة تحس ان هي جميلة ما تبقاش انت عارف دا وتشرقها وتعتشها كلمها كلمها وانت وبتتكلم قول نديها باسم حلو زي ما حدث النبي كان بيقول يا عائش نديها باسم يدل على جمالها يدل على ان هي معاك في أمان وفي سعادة وانت كمان لازم تعبيره عن ان وجوده في حياتك نعمة وأمان وضمان كل واحد فيكم لازم يوصل المرأة توصل زوجها الى ان هو بطلها وهو يوصل زوجته الى انها أمرته اذا كان دا كلام اذا كان دا كلام اذا كان دا بالتعبير بالكلام دا شيء مهم جدا 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 اخر حاجة احنا لازم نعملها لازم كل واحد فينا بيكلم الشريك حياته ويشعره بانه نعمة من نعم ربنا اذا عملنا كده فانلاقي التواصل دا تحول الى تواصل رحيم ودود وساعتها عن حس ان كل واحد فينا قادر يحس بمدد ربنا اللي نازل على البيت ونقدر نذوق حلاوة واجعل بينكم مودة ورحمة يا رب الهمنا الصواب واجعلنا من اهل الصلة التي نراها مددها وجمالها في التواصل مع شركاء حياتنا فنرى الرحمة والود قد تجسست في اخلاق وفي كلمات وفي نظرات وفي حياة فناشكرك يا ربنا على انك وفقتنا الى حسن التواصل الذي يكشف لنا عن نظرك الى قلوبنا وإلى اعمالنا على الدوام يا رب العالمين يا جميل جمل تواصلنا واجعلنا دائما في ودك ورحمتك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم بأسئلتكم المباركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وبتبقى جسري مفتوح بيننا وبينكم عشان نظل في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وناخد اول سؤال النهاردة من السيدة مسماح من القائرة تفضلي سيدة مسماح ممكن بس نوطي حاجة مسماح لو سمحت وطي التلفزيون اسمعيني من التلفون اتفضلي حضرتك اتفضلي اتفضلي انا كنت يعني طلب منك انا دلوقتي كيف معايا يعني انا عندي فزة ولها فزة ولها اجوازتهم ميتة هي تعمي يعني طيب فاند تماني هستيخ اه بس انت لو وطي التلفزيون وسمعتيني من التلفون انا اسمعك احسن خالص انا وطيته خالص اه طيب تفضلي طيب حضرتك اه سمع حضرتك تفضلي انا سبت مطلقة ومعايا خمس اولاء ربنا يا بارك وبعدنا كنت دوست ثلاث بنات وجوزيان جوزيتهم ماتت يعني من حيال طيب فدلوقتي اه الاثنين يكرسوا من بيته طيب يعني دي معاتنا اولاد ودي معاتنا ثلاث اولاء طيب ودلوقتي انا مش عارسة عامل ايه دلوقتي انا حضرتك هم عجومة عندي قاعدة في البيت نعم ودية معاتنا ثلاث اولاد وده معاتنا ثلاث اولاد وانا عارسة ما تسمعش انا طيب انا ما نستعادة عندي هم ناسة اللي هم طيب انا اجاوب على حضرتك يا فان انا اجاوب على حضرتك بالنسبة البنتين اللي هم جمع عاشوا مع حضرتك ودولا لو كان والدهم توفي قبل المورس فلو حصل ان الجد توفي بعد والدهم بيبقى ليهم حاجة اسمع الوصيلة الواجبة فهم ليهم الوصيلة الواجبة الامر التاني ان هم ليهم نفقة هذه النفقة اذا ما كانش حد بيدفع الوالد ايدفع عنه ابوه فنفقة الاولاد دي محتاجين ان هي تكون موجودة العمر التاني ان لازم كحل اساسي ان اولاد حضرتك البنتين لازم هم يسعوا لتوسع دخلهم لان هو الاعتماد على اطراف اخرى في الحالة دي الحالة دي مش هتكون مناسبة جدا يعني مثلا ايه اللي حصل بقت هناك احوال كتيرة جدا 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 لان انا مش بحب اوي ان الناس اول ما يحصل كده تلجأ الى فكرة الحصول على مساعدات لكن الاول خالص الانسان يسعى الى توسيع دخله توسيع دخله ومحدش يقول ان ده في صعوبة ولا قصوة انا بحاول ان احنا نفهم ان جزء من الحياة الحديثة هو الاستقلال يعني ايه الاستقلال ان الواحد يسعى لكسب ماله عشان يعيش بحياة مستقلة ليس فيها اي نوع من انواع الاضطراب فهو لازم يعمل كده يبقى لازم نسعى ان احنا نوسع دخلنا فانا رأيه لو بنات حضرتك واضح ان بنات حضرتك ممكن يكونوا في التلاتينات او الاربعينات او حاجة زي كده يبقى ايه اللي حاصل يحاولوا يعملوا اي نشاط اقتصادي او اي عمل اقتصادي يجرب عليهم جزء من المال يمكن ان يعيشوا به ولا يحاولوا ان هو يصدروا ليك المشكلة انت مش واجب عليك ان انت تتكفل بده وانت ما عندكش قدرة مالية تتحمل ده فانا نصيحة لحضرتكم ان هو يطلبوا من اسر الزجم ان هم يتكفلوا ويساعدوا في مسألة النفقات ما كانش ده وانا مش شايف ان دولة اما او لا يطلبوا ده وفي نفس الوقت هم يسعوا الى الكسب لان دوة امر الرسول اللي سيصلنا معينة السيدة محمد من الجيزة تتفضل انا عزل ازا حضرتك نعمة وفضل تفضلي انا اختي ومشكرتها ان هي انت حارف يعني حارف انت حارفت مرة وانت حارفت الحمد لله يعني تكسر البس ربنا احفظها من كل مكروء مسوق انا قلت الماما وابا يبدال دكتور نفتاني والاما من السردين انت هالف عملي طيب انا يعني معلش استاذ محمد انت قفلتي ولا انت لسه معايا لا انا نسمع حضرتك طيب يبقى معلش خليني اكرر اللي انا سمعته لان الصوت فيه تشوي شوية اللي انا سمعته ان اخت حضرتك حاولت الانتحار عدد من مرات صح؟ والحمد لله يا ربنا سبحانه تعالى نجاها وهي دلوقتي انت وكاينك بتسألي ازاي والدك ووالدتك يساعدوها ان ده ما يتكررش منها صح؟ ايه صح طيب انا عايز اقول لي حضرتك حاجة اتفضلي قولي انا سامع كويس لان الموضوع اللي انت بتكلمي دي موضوع مهم جدا اتفضلي هي عندها اتناشر سنة دلوقتي بس هي عندها سنة عشرين برضو كانت تاني في سبس سنة لحقتها يعني هي دلوقتي عندها اتناشر سنة وهي بدأ وهي بدأ وانت عندك معلش معلش وانت عندك كم سنة؟ عندي الثلاثة عشرين الثلاثة وعشرين هو مشكلة برضو يعني ماما معاملتها تبعها اكيا شوية يعني احنا حتى انا واخوتي ممكن يكونوا تعرضنا عبلكدا يعني للضرب جامد لا ما ازنش اختك بس تعرضت للضرب احنا محتاجين عايزة الحق يعني اختك في وضع صعب شوية ووضع خطر وهي تحتاج الى ان هي تروح لطبيب نفسي ليه طيب تروح لطبيب نفسي لان وراء تكرار محاولة الانتحار دي امر اصعب من الضرب قد يكون فيه ان هي تعرضت لأي شكل من اشكال عنف اخر غير عنف غير عنف بتاع الضرب وده بيحتاج الى برنامج للعلاج فانت لازم بالشكل سريع يحصل ده وانا بقول لحضرتك فيه اماكن كثيرة جدا 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 بتقدم الدعم النفسي وبتقدم العلاج النفسي مجانا فهي لازم تروح للمكان ده ومنقولش علي ان هي صغيرة وان الايام والليالي عتنسيها وتغيرها لا المرض النفسي معدل ونزل فبقى عندنا خراص بقى معروف ان فيه علاج نفسي للاطفال اختك بتصنف اه بسنها داية على انها طفلة لكن هي لازم تروح الى مكان يقدم لها الدعم النفسي وانا اعظن الامان العامة للصحة النفسية ممكن تكون مناسبة في مستشفى العباسية فلازم ده يحصل ده لازم يعني انا مش هقدملك اقولك تعمل ايه لا لازم لازم هي الاول خالص تروح لده وبعد كده نتكلم فيما يقدمه والدك ووالدتك اكيد هي احد مشاكلها ان هي حاسة ان محدش بيقدر يحميها ان هي عندها حالة من حالات الضياء حالة من حالات افتقاد الامان فاحنا محتاجين ده يتصلح لأول نظرته عن الحياة ونكون مستعدين لأي مفاجأة ممكن تظهر مع الطبيب النفسي ده شيء مهم جدا جدا وانت الواجب اللي عليك ان انت تدعميها وتقولي لها ان حياتها ما زالت لسه فيها بقية وممكن تتغير وحياتها ما زال فيها خير كتير وفيها نماء ويالعلها تكون سمعاني دلوقتي فانا بقول لها يا بنتي حياتك مش ملك الحد حتى لو حد اذاكي اللي اذاكي دوت هو اللي يروح يصلح نفسه اللي اذاكي دوت هو اللي يقف قدام ربنا ويحاسبه اللي اذاكي دوت زير لص ما بنجيش نقوله عشان واحد سرق مننا حاجة سواء سرق مننا امانة او سرق مننا اي شيء ما بنوحش نموت نفسنا عشان واحد حد يسرق مننا حاجة الحرامي واللص اللي يحاول يأزينا في حياتنا هو اللي يقف قدام ربنا ما نكفقهوش مرة تانية لان احنا لو كفقناه احنا المسائل دي هتكون افسد ما يكون فاحنا لازم نكون مهتمين وهو يا بنت الكلام دوت الكلام دوت خطر على دينك وخطر على قلبك وخطر على حياتك وما حدش يستحق ان انت اتعرضي نفسك لكل هذي المخاطر وكل هذي النيران والجحيم اللي في الدنيا وقبل الاخر ف отнош احنا الاخر فاتي روحي اهتمي بحياتك واهتمي بتغييرها وما تكفياش اللي اذاك意 وليه عمل فيك كده معانا الاستاذ شريف من القاهرة الاستاذ شريف الاستاذ شريف لو تكرمت علي ممكن توضط التلفزيون تسمعني من التلفون تفضل يا استاذ شريف بس توضط التلفزيون تسمعني من التلفون اسمح. ايه اذا كربت احضرتك انا دلوقتي انا عندي ثلاث بنات. ربنا يبارك. ربنا يجي كرمك وانا كنت منفصل عن والدتهم. طيب. والبنات كانوا يعني معايا وكانوا يروحوا في وقت علشان يزوروا والدتهم كل اسبوع لمدة معينة يعني. طيب اما يا سنهم دلوقتي كم? بنتها ده عشرين سنة. عشرين. وبنتها ده تمانتاشر. والبنت الصغيرة خمستاشر. يعني الصغيرة بس ايه الا ممكن تكون في سن الحضانة. ممكن تكون معرضة ان هي تكون في سن الحضانة. ثم وبعدين يا سيد الشريف. وكانوا بيروحوا يزوروا وردتهم بشكل اسبوعي الى شيء معين. يبدو ان حصل الخلاف بينك وبين زوجتك فما يقولوش يروح. لأ. لأ اللي حصل ان هي حصلت يعني زعل بين يبين بناتي. هم. فهم راحوا لولدتهم ومرجوش. هم. طب لان هما بعد السن ده بيخيروا فهم اختاروا ان هما يعودوا عند زمامتهم. وبعدين. ايه 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 بقى فين السؤال يا سيد الشريف. طيب. وانا بقى لي كتير انا بحاول اعمل محاولات انا اعاوز اراضيهم وحاوزهم يعني بيسين ويبقى فيها لان خبير يو بينهم. ايه اللي حصل قبل ما يروح لولدتهم. اتخنيت مع بنتي وقلت لها ان هنت اتفهت عايشي مع والدتك. واحدة منهم يعني. اه انا اقول لحضرتك حاجة. البنات في الغالب لما البنات من اكتر الحاجات اللي بتجمع البنات هو التعرض للخطر. فبيحسوا انهم مع بعضك واحدة واحدة وبيتكتلوا عشان يحموا بعض. فانت لما كلمت واحدة منهم انت كنت ظنن ان انت بتكلم واحدة منهم بس. الواحدة اللي تجرأت عليك او الواحدة اللي اتعاملت معك بطريقة مش مناسبة بطريقة ما تتنسبش في تعامل بنتي مع ابوها. وقد تكون البنتي ديت هي اللي شايفة ان امها تظلمت. بس هي شايفة ان هي العيش معاك هيكون احسن لها عشان تقدر تعيش معاك. انت لما قلت لها ان انت مش قابل ان انت تعيش معاها. الاولاد كلهم البنات كلهم اعتبروا ان انت بتقول لهم كلهم ان انت مش قابلهم انهم يعيشوا معاك. ليه? لانهم تكتلوا. لان فكرة ان انت تنفصل انت وزوجتك فكرة ما كانتش سهلة عليهم. فكان هم لابد ان هم يتحولوا زي بالزبط زي السلحفة. يتحولوا يبقى عندهم قشرة قصية شوية عشان يحموا نفسهم. فلما انت القشرة دي كونوها مع بعض. فانت لما تردت واحدة منهم هي التعبير اللي هي فهمته بنتك ان انت تردتها. مش انك انت تردت منها ان هي تروح لمكان تاني عشان انت مش عايز تكرهها. لأ انت هي لا تفهم الا ان انت تردتها. والاولاد هيفهموا ان انت لو عملت مع واحدة كده هتعمل مع التانية والتالتة. لان هم اكيد عندهم تعليقات على طريقة تربية تكليهم لان انت رجل. وهم كانوا في الوحظة من اللحظات حتى في اللحظة اللي هي دي هم محتاجين امهم جدا. نعمل ايه بقى مسألة سهلة. الاعتراف لازم تعترف بخطأك. تعترف بان ان انت محتاج لهم. تعترف ان هم اولادك. تعترف ان هم لو انك انت كسرت قلبهم ان انت تعتزلهم عن كسر قلبهم وما فيش مانع خالص ان انت تقول لهم انا مش اجمع عليكم ان انا انفصلت عن والدتكم وبعدكم عني. محدش يقول ان دوت كسر لخاطر الاب ولا ان دوت بنشجع عليه بنشجع الاولاد على انه معقوا ابوهم. ابدا انت اللي بتكلمني مش هم. وانت قلتلي ان انت في حاجة عملتها. الحاجة ديت محتاجة ان انت تطيب خاطر بنتك. عشان تقدر تسترد سخة اولادك مرة تانية. فانت اللي محتاج تعمل كده. وصدقني. انت اللي كسبان. ودوت جزء من حنانك عليهم. ودوت عشان تقدر تطمئن ان انت قمت بوجبك على اكمل وجه حتى في كل لحظات حياتك. السيدة مسامح. اتفضل يا مسامح. عايزة تكمل سؤالها. اتفضل يا مسامح. السيدة مسامح. اتفضل يا مسامح. عايزة تكمل سؤالها. اتفضل يا مسامح. ايوة يا حضرتك يا سيخة انا. اتفضل يا مسامح. انت افرضك موجهتنيش ان انا اعمل ايه عصر الحملة كده تقيل علي. ما قولتلك. قولتلك ان انت الحملة تقيل عليك يا اه. انت مش تقدر تعملي حاجة. هم اللي لازم يعملوا. بصوا يا سادة. ما تحملوش الاهل فوق ما يطيقوا. اولادك محتاجين ان هم البنتين اللي جموا باعيالهم محتاجين يدوروا على مصدر رزق. يشتغلوا ولو من البيت. وما ينتظروش المساعدة. لان في الحقيقة احنا في الظرف اللي احنا فيه ده ليس هناك مكان الا للكسب. فانت لو حضرتك عايزة بتسأليني ببساطة خالص حضرتك على طول هم يفكروا ان هم يعملوا في المنزل ويكتسبوا. انت هتعملي ايه? انت مش هتقدر تعملي حاجة. هم يستطيعوا ان هم يكتسبوا ويعملوا جمعيات. ثم يعملوا مشروع صغير. وان شاء الله ربنا سبحان وتعالى يوسع عليهم ويكتبوا لهم الكسب. ممكن كمان يروحوا ويستفيدوا بالاشياء اللي بتقدم للمرأة المعيلة في وزارة التضامن وفي غيرها. يبقى هو دوة التوجيه اللي انا بوجه حضرتك. حضرتك مالكيش دعوة. انا ياريت اولادك وهم اللي يكونوا سمعيني. انت هتعملي ايه بعد ما ربتيهم وجوستيهم وبعدين منفصلوا. ما فيش فيه ديك حاجة. فالحل ان هو حلين. السياق الاولان ان انا بحبه وبحب الناس تعمل بيه ان الناس تكتسب. الحاجة التانية يستفيدوا بما تقدمه وزارة التضامن للمرأة المعيلة من دعم ومن مساعدة. لكن الاساس انهم ما يكتسبوا. نعم. السيدة محزيفة من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعمة وفضل الحمد لله. ربنا يجيما على حضرتك نعمة. اتفضلي. اتفضلي. اهو السؤال اه في مشكلة بين اه اخو زوجي وزوجته اه زوجته من ساعة ما من اول ما تجوزوا. وهم في مشكلة دائما على طول اه يعني هي على طول كان بتبين له ان هي تعبانة. فهو كان بيخدمها. باول. بعدين اه اه اعطاها يعني وحملت وكده ففضل يخدمها اكتر. اه علشان حملها. بعد كده اه خلفت يعني وضعت. وبعد الوضع بقت كل شوية تعمل معها مشكلة وتقول ان هو بيضربها وبتعمل معها مشكل جامدة وتفرج عليه الناس وكده وتعمل له مشكل. فكل عمارة يسكنها. اه تعمل له مشكلة هناك عشان يسيبها وينقل من المكان ده. اه وتقول له طلقني انا مش شايفك راجل ومش عايزات وكده. طيب دي سلفتك اه امو حزيفة دي سلفتك. اه سامعك دي سلفتك مش كده. نعم. دي سلفتك اللي انت بتتكلمي عنها صح? ايوة هي سلفتك بس انا مليش علاقة بيها انا في محافظة وهي في محافظة تانية حتى انا ما دخلتني. ما هو ده السؤال ما هو ده اللي محيار ده اللي محيارني في السوق. انا بأعرض على حضرتك المشكلة يعني. طيب مع ليش. هي حضرتك بتطلب منه الطلاق وهو اه غير قادر على تكلفة المصاريف. يعني بتطلب الطلاق بس مش هتتنزل عن اي حاجة. عايزة يعني هو بيقول اه انا ما معيش اه 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 اغرم الايمة ولا ده مكتوف الايمة ولا. طيب اقول لحضرتك حاجة امو حزيفة انت عايزان اواجه لها كلمة صح? في سؤالتي اه 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 اعايزة حضرتك اه توجي لها كلمة كده ما تسمعش من اي حد. بس عايزة حضرتك تقول حل الزجرة اه اه وانا هسمعه. فعلي اسم حضرتك يعني. وفي سؤال بقى تاني. اي السؤال التاني تفضلي. خلاص اي سؤال في في السؤال ده? اه خلاص السؤال التاني ما اقولي السؤال التاني عشان اجاوبك بس خليك معي على التليفون عشان اقول لك حاجة مهمة. متفضلي. السؤال التاني بقى حضرتك انا آآ علي مبلغ من المال يعني. وآآ ليه الفلوس عندي. آآ آآ حصلة يعني انا كان معادي ان انا هعمل جامعية عاملة جامعية يعني. وهقبضها ان شاء الله آآ بعد خمس شهور. مم. ماشي. حضرتك آآ الاخ اللي انا آآ يعني زوج الاخت اللي انا واخدة منها الفلوس دي. ايوة. آآ حصلته حتى. آآ مضطر محتاج الفلوس ضروري خلال الايام دي. ف? محتاج الفلوس ضروري خلال الايام دي. فسؤالك ايه? فسؤالك ايه? عشان مشتاج محتاج يدخل اعملية وكده. طب فسؤالك ايه يا نعملية. فسؤالك ايه? فانا حضرتك فانا حضرتك جمعت المبلغ وفاضل جزء بسيط على المبلغ وهم محتاجين المبلغ كله على بعضه. فدلوقتي آآ انا حاولت ان انا يعني استلف من حد تاني عشان اهمل المبلغ ده. وبالماقبض الجماعية مش لك. آآ فيه انا عرضوا عليه آآ لا ما تسترفيش بالفايز. ما تسترفيش. استاذ مهزيفة. استاذ مهزيفة. استاذ مهزيفة عشان الحكاية طالت قوي. انتي متسترفيش بالفايز. ما تسترفيش بالربا. ما تسترفيش غير سلف قرد حسن فقط عشان تدي للناس دي انت لو مش قادرة وسدادك ما حصلش انت مش مسؤولة انت هتقدر تسددي الوقت اللي انت قدرت تجمعي فيه سددي ده انما تقترضي بالربا لا ما تعمليش كده لكن انا عندي سؤال في السؤال الاولاني يا خلاص يبقى السؤال التاني ده لا ما تسترفيش بالفائز وروح يعملي ايه وروح يسددي الفلوس اللي انت جمعتها وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرك عليه وسددي الفلوس على الترتيب بتاع حضرتك وعلى المدة اللي حضرتك محتاجة ان انت تسدديها الامر التاني بقى هو حضرتك مالك بسلفتك ده سؤال مهم جدا مالك بسلفتك بتسألي عن سلفتك لا انا مالك زعوة سلفتك مالك زعوة انا عايز اقولك بس حاجة انا عايز اقولك حاجة اسمعيني يا امو حزيفة امو حزيفة امو حزيفة بعد اذن حضرتك ابن خالي هو اللي يهمني يا امو حزيفة امو حزيفة أنا عايزة أحل مشكلة أخي لي اللي هو ابن خالي أمو هزيفة بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك بس لعله دلوقتي يكون سمعني أول حاجة إحنا بنمنع الأهالي إنهم يتدخلوا في المشكلات المفروض اللي يسأل عن المشكلة ده ابن خالك وزوجته دخول حضرتك في المشكلة ممكن يعقدها فعشان كده أنت حضرتك لازم تبتعدي عن المشكلة دي أول حاجة أما زوجة أما سلفتك فبقول لها أيوم امرأة طلبت طلاقها بغير بأس فلن تجد رائحة الجنة فهي يا بنت الحلال اتقل الله في جوزك وإذا كنتم مش قادرين تحلوا مشكلة تعالونا على مركز الإشارة الزواجي في دار الإفتار المصرية ونتكلم بس أنا النصحتي لمحزيفة إن هي تخرج من الموضوع ليه؟ عشان مشاكل البيوت بتتحلي في البيوت ما بين الزوجين واللي بيتدخل الحكيم للإصلاح وعشان كده خلي حد من حكماء الأسرة هو اللي يتدخل لإن وجود حضرتك ممكن يعمل حساسية عندي سلفتك لأسباب كتيرة جدا جدا بيكون ما بين السلاف فعشان كده خلي بالك لإن تدخلك في الأمر ده ممكن يزيد المسألة صعوبة مش يكون سبب في حلها يا سادة هنتكلمنا النهاردة عن التواصل الرحيم الودود تكلمنا عن الفهم والتفاهم والتفاهم تكلمنا عن أن التواصل الرحيم الودود بيخلص المشاكل من قبل ما تبتدي تكلمنا عن التواصل الرحيم الودود إزاي هو ركن من أركان الحياة الزوجية وهو اللي بيصنع التوافق واللي بيخلينا نوصل للرضا مش بس لأه كمان نرتفع ونوصل للسعادة خليكم حريصين والتواصل الودود الرحيم بيجي بالتدريج وبننضج وبنعيشه التواصل الودود الرحيم هو تواصل للعيش مش للتجربة عيشوا بتواصل رحيم ودود يتفتح عليكم كل أبواب الرحمة والمنة والجود والله سبحانه وتعالى يعطيكم عطاء بلا حدود يلا توكلوا على الله وتواصلوا برحمة وبود يفتح عليكم الله سبحانه وتعالى باب مدده وبركته يا رب يفتح علينا أبواب السعادة بأنتج عنا نحصل للتواصل يا رحيم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة